السلام عليكم بايدن يشكر ثلاث دولة بعد إجلاء ديبلوماسي أميركا من السودان أعلن رئيس الأميركي جوابا يدن صباح الأحد إجلاء ديبلوماسي بلاده من السودان الذي يشهد اشتباكات عنيفة منذ أيام ووجه الشكر إلى ثلاث دولة سعادة الولايات المتحدة على تحقيق هذا الهدف وقال بايدن في بيان اليوم الأحد بناء على أوامر مني نفذ الجيش الأميركي عملية لأخراج أفراد الحكومة الأميركية من الخرطوم وتابع أنا فخور بالالتزام لاستثنائي لموظف سفارتنا الذين أدوا واجباتهم بشجعة واحتراف وجسد صداقة الولايات المتحدة واتصالها مع الشعب السودان أنا ممط للانهارات التي لمثيل لها لأفراد خضمتنا الذين نجحوا في نقلهم إلى بار الأمان كما شكر بايدنا كل من جيبوتي وإثيوبيا والسعودية مشيدة بمساعدتها الحاسمة لنجاح عمليتنا وأكد رئيس الأميركي أنه يتلقى تقارير منتظمة حول عملا إدارته المستمرة لمساعدت الأميركيين في السودان إلى أقصى حد ممكن موضحاً كما نعمل بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا في هذا الجهد وأضاف لقد أوداء هذا العنف المئسوي في السودان بالفعل بحياة مئات المدنيين الأبرياء أنه غير معقول ويجب أن يتوقف يجب على الأطراف المتحاربة تنفيذ وقف فورية وغير مشروط لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق واحترام أرادة شعب السودان وختم بأياد نبيانه قائلاً نحن نعلق العمليات مؤقتاً في سفارة الولايات المتحدة في السودان لكن التزام نتجه الشعب السوداني والمستقبل الذي يريدونه لأنفسهم لا ينتهي وكانت قوات الدعم صريع أحد طرفي الصراع في السودان أعلنت في وقت سابق من صباح الأحد إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين وأسرهم من السفارة الأمريكية في الخرطوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة ولاحق أن كشفت شبكة سيئة إن الأخبارية إن جميع الدبلوماسيين الأمريكيين وأفراد عائلاتهم في طريقهم بأمان إلى خارج السودان على مجن طائرات عسكريات أمريكية وأضافت أنها تم أغلاق سفارة الأمريكية في الخرطوم بمغادرة الدبلوماسيين وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم ترجمة نانسي قنقر